قرارا بسحب القوات من القاعدة يا أتباع حفتر لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لأنها من شؤون العسكر وللعسكر تكتيكاتهم حتى لو رأيتموهم يهزمون ويولون الأدبار أو يسرقون أموالكم وينتهكون أعراضكم ويقتلون أبناءكم ويسفكون دماءكم فكل ذلك من أسرار معبد الرجمة لا يطلع عليها إلا الكهنة الراسخون في الكذب أما مناصر حفتر المسحورون فهم أجهل من أن يفهموا أو يفسروا هزيمة هنا أو هناك فتلك معارك تحتاج علوما وأسرارا ومناهج عسكرية على حد عبارة ناطق باسم حفتر أحمد المسماري ما حدث في الوطياء هزيمة لحفتر لا شك فيها باعتراف المسماري نفسه إذ قال إنها صفحة من صفحات المعارك وإن المعركة لم تنتهي وتلك ترجمة لمقولة العرب الحرب سجال لكن النصر الأغلى الذي يتطلع إليه الليبيون هو دحر الميليشيات والمرتزق عن جنوب العاصمة وتلك معارك بدأت بشائر النصر فيها تلوح على لسان المسماري أيضا إذ تحدث عن إعادة التموضع وفك الالتحام والمنهج العملياتي التعبوي والاستراتيجي وتقدير الموقف الميداني وأن كل ما قاموا به في الوطياء وترابلوس هو عمليات محسوبة تعبويا بحساب عسكري دقيق جدا وبناء على دراسة للموقف له ما له من تفتيكات عسكرية وكذلك هذه المصطلحات عهدها الناس من المسماري كلما أراد الكذبة أو سحر أعين تابعيهم حتى سميت تهكما بالمسمارية الخلطة السحرية في بيانات المسماري إلى جانب مفرداته المعروفة لا تكتمل إلا بالغور الأجنبي الذي تقاتله قواتهم الباسلة ولذلك جرى الحديث عن البوارج التركية والأموال القطرية تماما كما كانت خطاباته عقب كل هزيمة من غريان إلى أبو جرين التي خسروا فيها عشرات المرتزقة بين قتيل وأسير وطائرتين مسيرة ومروحية وسماها المسماري مناورة وتكتيكا عسكريا ومثلما كان تحرير مدن الساحل الغربي مفتاحا لاستعادة قاعدة الوطية فإن الأخيرة ستكون بحسب عسكرين مفتاحا لتحرير العاصمة ترابلوس وإزاحة حفتر من آخر معاقله في ترهنة أم المعارك المقبلة ترجمة نانسي قنقر